ما هي؟ دائما كنت أتصور كيف يمكن لي أن أرى العالم وأن أتمثله سمى التمثل العقلي أن أتمثله لو لم يكن لدي حس إدراك الألوان كما ندركها جميعا بحيث أرى العالم بلون واحد مفهوم اللون نفسه سوف يختفي في مخيلتي وفي عقلي وإدراكي وحين أسمع عن اللون فقط سأستوعب اللفظ يا إخواني ولن أستوعب المعنى انسى سيقلل هناك شيء اسمه اللون ما هو؟ الأشياء الأشياء التي ترى حولك هذه تختلف من حيث ألوانها أنا لم أرى لون قبل الآن لن أفهم تماما أبسط من ذلك أن تحدث الأعمى الذي ولد أكمه وأبرؤ الأكمه الأكمه هو الذي ولد يعني لم يسبق له خبرة ماذا؟ الرؤية الرؤية هي ملونة أو غير ملونة لا يعرف أن يرى المسكين لم يخبر هذا ولا لثانية واحدة في حياته تحدث الأكمه عن الألوان ما الذي سيحصله الأعمى ولو بعد حين من حديث الألوان الألفاظ الألفاظ وسوف يحدثك بعد ذلك عن الأحمر وأنه لون الدم سيقول الأعمى لون الدم ولون السجاد كما بلغني في هذا المسجد أحمر ولون شفق الغروب أحمر سيقول لك ولون حمر الخجل يلون الخجل بحمر بحمر كلون الدم أو لون الشفق سيقول لك هذا أما الأشجار ففي العادة أوراقها خضر سيقول لك لكن هل وعى هل خبر هل لديه الخبرة الواعية في أدنى درجاتها لما هو الأخضر لما هو الأحمر لما هو أبدا المسكين هو فقط تحصل على ألفاظ تحصل أخشى ما أخشى وأكثر ما يزعجني ويرعبني أن تكون علاقتنا أو علاقة بعضنا بالله هي هذه العلاقة اللفظية ليس لدينا الخبرة الواعية الحقيقية بالله لم نشعر به يوما بشكل واعي حقيقي في بغطننا لم نشعر بتواصله معنا كما يتحدث العارفون ماهي الآن بدأت أقلقهم سامحوني أعلم أنني أزعجكم هذا شيء مزعي ومخيف ومرعب مزلزل تقول لي قد يكون ويلي ويحي قد تكون علاقة مختصرة فعلا على تردد الفاظ أن الله موجود والله كريم والله عظيم والله رحيم والله لطيف والله خبير بعباده والله 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 تماما كالذي يردد الأكماء من حديث الألوان الأحمر والأخضر بنفسجي والأصفر والزهري والأبيض والأسود الأخير شيء مرعب آرثر شوپنهاور فيلسوف الألماني الشهير تكلم مرة على فكرة بالمناسبة شوپنهاور كان له نظرية في الألوان في رؤية الألوان نظرية أثبت بعد ذلك العلوم العصبية أنها قريبة جدا من حقها وهي نظرية تفاعلية ليست نظرية فقط تقوم على الاستقبال السلبي كما كان قبله نوضو آخر آرثر شوپنهاور كاتب مرة يقول إن أعمى أي رجلا أعمى ذكيا بلغ الذكاء يمكن له أن يضع نظرية علمية حول الألوان أن يضع نظرية عن الألوان وتكون نظرية معجبة تحوز على إعجابنا على أن هذا الأعمى لم يحدث مرة فقط أن خبر لونة واحدة من الألوان التي يعني مجدها في عالم الله لا يهل الله نتمتع بمجدها في هذا العالم دون أن نعل كثير أيضا حولها وعنها يمكن دينيس دي ديرو تيلسوف المرسوعة صاحب المرسوعة في القرن الثامن عشر والربوبي الشهير أكثر منهم ملحداً حدثنا عن رجل اسمه نيكولاس كان أستاذاً في جامعة أكسفورد في مطلع القرن الثامن عشر للأوبتيكس للبصريات وكان أعمى وكان أستاذاً مقتدراً في علم البصريات عن ماذا يتحدث هذا الأستاذ الكبير نيكولاس ساوندرسن ساوندرسن عن ماذا يتحدث يتحدث عما سمع عما حذق وفهم من الألفاظ والملفوظات وعلاقاتها في الإطار اللفظي الذي قد يعكس شيئاً مع علاقاتها الخارجية التي لم يعيها ولم يعيشها حالة مخيفة مرعبة حالة مخيفة ومرعبة هذا يحدث هذا يحدث طوال الوقت هذا يحدث طوال الوقت والغرفة الصينية شينيز روم أشكوره جداً خاصة لمن درس علم المعلومات وعلم الحاسوب وهي التجربة الذهنية التي طورها الفيلسوف الأمريكي الشهير جون سير تحدث عن الغرفة الصينية لكي يثبت أن الحواسيب عكس ما يراد إفهامنا أن الحاسوب قد يأتيه يوم ويتفوق على الإنسان في الذكاء والوعي كلام فارغ كلام أطفال صغار لا يفهمون شيء عرف الذكاء أولاً لكن هذه مسألة أما الوعي فيستحيل أن يأتي يوم من الأيام وتصبح الحواسيب وعياً إنساً لا يمكن هذا ما في أمل إطلاقاً أنت الآن تستطيع أن تبني حاسوباً كمبيوتر تبني حاسوباً وتطعمه أي تلقينه تهيئه ببرنامج معين هذا البرنامج برنامج يربط وترجمه يربط بين مجموعتين من الرموز أنت برمجته كذلك يترجم الرمز برمز آخر وهي ترجمة صحيحة تعكس حقيقة وقعية في عالم الناس اليوم ترجمة ريال يعني وهو يفعل هذا بجودة وربما أسرع من أي بشر لكنه لا يعي ما يفعل ولا يمكن أن يخبر خبرة وعي ما يفعله ما رأيك؟ تماماً وهذه هي الصيغة القوية في الذكاء الصناعي الصيغة القوية التي زورها جون سير قال لك مستحيل يبقى البشر مميزاً بشيء لا يمكن للمادة والحواسيب أن تصل إليه في يوم من الأيام كيف؟ شخص جالس في غرفة مغلق عليه هي الغرفة الصينية كذا تسمى في الجانب الآخر في الجانب الآخر شخص صيني يبعث إليه بأسئلة هذا الشخص لا يعرف شيئاً من اللغة الصينية لا كتابة ولا قراءة لكن عنده كتاب معلومات عنده كتاب معلومات مثل برنامج الحاسوب رموز تترجم برموز أخرى المترجم إلي هي رموز صينية كلمات وجمل عندهم مش حروف صينية كلمات إيه؟ وجمل فيقرأ مباشرة هذا يترجم بهذا كذا ويكتب الجواب كما في كتاب التعليمات الطرف الآخر سيقع فيه ماذا؟ أن الطرف المستقبل يجيد اللغة الصينية يجيد اللغة الصينية وهو لا يجدها ولا يعرف عنها شيئا تماما مثله مثل الحاسوب الذي يترجم رمزا إلى رمز وهو لا يدري ما يفعل لا يدري حقيقة ما يفعل واضح يا قواني هذه مسألة مهمة جدا ولذلك نحن نركز على ماذا؟ على العيش بالله ومع الله لا إله إلا هو أن تكون لنا خبرة واععة حقيقية بالإيمان مش فقط أن نردد مقولات الإيمان ألفاظ الإيمان نصوص الإيمان في الكتاب والسنة وفي الواقع ما في إيه؟ الخبرة الواعية بشيء مما نقوله بشيء إشي مرعب هذه الحالة إشي مرعب هذه الحالة